طيب على طال القراءة أنت قلت أنت شخص قارئ شنو أهمية القراءة للفرد والإعلام أيضا لأن إحنا نلاحظ هسه قلة في الأشخاص اللي هم يقرؤون وممكن أكو كتب عن الإعلام أو كتب عن أي مجان وعين أكو كتب فالشخص القارئ شنو توصفه وشنو أهمية القراءة للفرد؟ القراءة بالمحصلة يعني أنا أراها بأهمية الغذاء الصحي واحدة من التأويلات الجميلة في القرآن الكريم لآية أفلا ينظر الإنسان إلى طعامه أو بهذا المعنى الآية قيل أنها حديث عن المعرفة مثلما أن الطعام يدخل للمعيدة فأن المعرفة تدخل إلى الدماغ تغذية العقل مثلما أن ثمت أغذية مضرة مثلما أن ثمت أغذية لا تهضم فالقراءة أيضا فيها قراءة مفيدة وقراءة غير مفيدة وقراءة مضرة ثمت كتب تصنع من الإنسان إرهابيا ثمت من يلتهم المعلومات دون أن تنفعه هذه المعلومات بالضبط كمعدة تلتهم الطعام لكنها لا تستخلص الفيتامينات أو البروتين أو ما شابه ذلك القراءة مهمة ليست فقط للإعلامي ولا الأكاديمي مهمة لأي أحد يعني إن شاء المرء أن يكون أبا صالحا عليه أن يقرأ إن شاء أن يكون سائق تكسي جيدا عليه أن يقرأ النجار القراءة أفضل من النجار غير القراءة ربما سيبتدع موديلا جديدا في الأخشاب الحدادين كذلك المعمارين كذلك الأطباء كذلك فبالتالي القراءة أنت بالضبط أن تدخلي على مجموعة من البشر وتأخذين خلاصاتهم وما قدموه في هذا الأرث البشري فبالتالي القراءة ليست مهمة فقط للإعلامي الإعلامي مطالب بها أكثر من غيره ليش لأنه أنت ستكون مرسلا لمستقبل هو المتلقي الاعتيادي فبالتالي عليك أن تعرف بالضبط عن ماذا تتحدث فلهذا لما نتشوفين إعلامي يخطئ باللغة أو يخطئ بالإملاء بتغريدة معينة أو يخطئ بمعلومة هذا من العيب بصراحة يعني من العيب والعار يعني قبل فترة شهادة فيديو لمقدمة برامج عربية وهي تقول طرفة بن العبد وهو شاعر طرفة بن العبد مفرضا يعني هذه مسألة والمشكلة يعني دكتورة حرف دال يسبق اسمها فبالتالي هذا مؤشر على عوق عقلي يعني بالنسبة لي اللي عنده مشكلة بالقراءة أو مو القراءة فقط الكتب يعني عدم الحصول على المعرفة الجديدة مثلما أنه ثمت مدمنين للأفلام الوثائقية هذا نوع من نوع المعرفة مدمنين للسينما مدمنين للكذا فبالتالي هذا الدماغ شبيه بأي عضلة هو العضلة التي لا تستخدم تضمر فبالتالي القراءة مفيدة للجميع